فجرت تقارير إعلامية عن مفاجأة عن ما سوف يحدث في الإسماعيلي في حالة الخصارة خلال مباراة اليوم أمام بيرامدس في فطولة الدوري تقارير إعلامية تحدثت عن احتمالية كبيرة أن يقوم مجلس إدارة الدرويش بتقديم استئالته ورحيله في حالة الخصارة اليوم أمام نادي بيرامدس وكشفت مصادر من داخل الإسماعيلي أن إدارة النادي تعاني من كسرة الضغوطات والمشاكل التي تحاصر النادي على مستوى فريق كرة القدم وقد تقرر الرحيل في حالة استمرار تراجع النتائج بالخصارة أمام بيرامدس والإسماعيلي يحتلل مركز 16 في جذور الدوري ويكرر سيناريو الموسم الماضي والذي كان فيه قريبا من الهبوط وتشير المصادر من داخل الإسماعيلية لأن هناك حالة ترقب لمصير الإدارة ورئيس النادي يحي الكومي في حالة استمرار الخسائر اليوم أمام بيرامدس والتقي عصر اليوم فريق الإسماعيلي أمام بيرامدس في الجولة السبعة من الدوري وفي حالة فوز الدرويش قد لا يحدث أي شيء مما سبق ترجمة نانسي قنقر